وصدتني رسالة من أخ من دمشق يعيش في ليبيا يحكي في هذه الرسالة عن معاناته معاناته أن يعيش في بلد مسلم أكثر بلد في العالم في حفظة القرآن ولا يشعر بالأمان لحظة واحدة يقول لي في رسالته أنك ربما تكون تمشي في الطريق فيأتي أحدهم ويقول لك توقف أعطني كل ما معك وانقلع من هنا قبل أن أخطلك ثم يخبرني أيضا أنه يعمل حرفة يدوية فيصنع للناس يتعب أشهر طويلة بالعمل ثم يرفضون أن يعطوه أجاره ويأخذ البضاعة ويهددونه بالقتل وربما يدخلون عليك على منزلك وينهبونك ولا تجرؤ أن تفتح فمك هذه القصة ليست أحادية بل سمعتها بشكل كبير هذا التمرد والتجبر على من؟ على اللاجئين أخوتهم اللاجئين المسلمين من سوريا نحن وقفنا مع الثورة الليبية منذ بدايتها ودعونا الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم من الطاغية وخلصهم الله من الطاغية ونحن نحب أهل ليبيا ونحب وقد تحدثنا في هذا الموضع في مقاطع كثيرة ومنها موقع تحية إلى أهل ليبيا منها مقطع تحية إلى أهل ليبيا أما أن نسمع هذه الأخبار فهذا أمر يحزن القلب هذا الأخ قال لي أنا أفضل أن أركب أمواج البحر ربما أغرق وأموت غرقا أن أبقى بهذا الخوف الدائم في أحضان إخوة المسلمين الذين يروعونني صباح نهار المسلم لا يروع أخوه ولو بحديدة رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن تحمل حديدة في يدك لك أن لا تروع أخاك المسلم ما هذي هل عدنا إلى الجاهلية أين الإسلام أين العلماء في ليبيا هناك العلماء كبار أنا تحدثت عنهم في مقاطع كثيرة من الزاوية ومن وفي طرابلوس وفي بنغازي ألا يمكن للعقلاء في ليبيا أن يؤسسوا جمعية لحماية الأمر المعروف أنها يمكن لحماية لحماية اللاجئين السوريين هناك والدفاع عن حقوق هؤلاء الضعفاء الذين لا يملكون السلاح هل هذه أخلاق الإسلام هذا اسمه حرابة وله حد في الإسلام إن كنتم ممن ينادون بتطبيق الشريعة حد الحرابة وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء وترويع الناس أيها الأخ السوري أقول لك شيء قبل أشهر غرقت سفينة في البحر كان فيها 25 طبيب سوري من أرقى الناس غرقوا ومات منهم الكثير مع عائلاتهم من بينهم طبيب من قرية جسري مشهور له بالأخلاق والدين ومساعدة الناس وكان معه زوجته وهي حافظة لكتاب الله وهو حافظ لكتاب الله وأولادهم الخمسة هذا الطبيب اسمه عمران رسلان معروف اسألوا عنه كان قد استلم موقع في ليبيا كمدير لمشفى ويأخذ ألاف الدولارات ولكنه كان لا يشعر بالأمان وكان يخاف ركوب البحر قال لا أريد أن أرجع إلى سوريا معبى بعلب السردين ولكن الظروف والحال الأمني التي في ليبيا اضطرت هؤلاء الأطباء الـ 25 أركبوا الباخرة وغرقت الباخرة بهم لأنهم تعرضوا لقراصنا أطلقوا النار عليهم ولم نسمع عن هذا الطبيب ولا أولاده الخمسة ولا زوجتهم أصبحوا في بطون السمك كيف سنلقى الله سبحانه وتعالى بعد هذا الظلم ماذا ستقولون لله تعالى هرب أنتم وقفتم مع سوريا وأرسلتم أولادكم إلى سوريا ثم تعملون اللاجئين في سوريا بهذا الطريقة طبعا موكل للناس إنما أفلتان الأمني هما يدفع الجهال والظلمة إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال لكن ألا نستطيع العقلاء أن نجتمع مع بعضنا البعض ونقف يدا في وجه هؤلاء كيف تأكلون أموال الناس بالباطل تأكلون حوق الناس مما كان يكون يخصن هذا المسكين ابن السبيل هذا اسمه ابن السبيل يتحق له الزكاة وتزيقونه هذا الألم وهذه المرارة أنا لا أهاجم أحد أنا أصف فقط أصف وأنا أحب أهل ليبيا وأحب كل من جاء من ليبيا أخوة لي لكن يا إخوتي أرجوكم تفادوا هذا الأمر ساعدوا المحتاجين ساعدوا المستضعفين وإلا يأتيكم عذاب من الله ألا يكفي الآلام التي تمر بها الأمة حتى نزيد الآلامها بهذا الشكل ندفع الناس أن تركب أمواج البحر لتموت عوضا أن نأخذها بالأحضان ونساعدها أتمنى من الله أن يتدارك علماء ليبيا وأهل ليبيا الكرماء والشرفاء ووجهاء القوم إلى حل هذه الأمر وأن لا أسمع مثل هذه القصة مرة أخرى وسامحوني أن لم أقصد الإساءة لأحد والله لا أقصد الإساءة لأحد أنا أصف واقع ولم يكن لأتكلم به أن أعلم هذا الموضوع من أكثر من سنة ولكني لم أتكلم به إلا الآن للضرورة ولوما الضرورة ما أتكلم أنا في الأمور السلبية ولكن أقول لكم دعونا ننسى الأمر السلبي دعونا نقوم الآن مجموعة من الشباب المحترم المثقف الصاحب أخلاق والدين أن يجتمع ويشكل مؤسسة لحماية حقوق الناس ولا يقف ضد أي جماعة هناك جماعات تحمل السلاح لحنا لا نقف معها نتعاون مع كل الجماعات التي تحمل السلاح هناك في ليبيا ولكن نحاول معها نقوم بحلف الفضول يا أخي قوم بحلف الفضول الرسول عليه الصلاة والسلام لك يا أخي تذكروا أصلكون حلف الفضول تنسوا حلف الفضول هننسيتم حلف الفضول عندما تعاهد كفار قريش على حماية المظلومين والمستضعفين ورسول عليه الصلاة والسلام حضره يا أخي ساووا حلف جديد في ليبيا من أجل حماية المستضعفين وحماية الناس وحماية حقوق الناس يا أخي معقول هذا الكلام تشبهوا برسولكم محمد صلى الله عليه وسلم وفي النهاية أقول لكم أنا أحبكم يا إخوتي والله لو لا محبتي لكم ولأخلاقكم لما قلت هذا الكلام ساعدوا أخوتكم ولا تكونوا معين للشيطان عليهم يا إخوتي ولا معين للموت عليهم ولا معين للظلم عليهم إنما ساعدوهم وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله فمن يعمل خيرا يزى به بارك الله بكم والسلام عليكم